هذا وقد استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور الأمين العام للمجلس وجرى خلال المقابلة استعراض تطورات الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية مشيرا جللته إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة كما تطرق اللقاء إلى مسيرة العمل الخليجية المشترق والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبول الدفع به بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي ونقل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون خلال المقابلة تحيات قادة دولهم وتمنياتهم الطيبة لجللته ولسلطانة عمان بدوم الرفعة والرقي في ظل قيادة جللته الحكيمة من جانبه حمل جلالة سلطان عمان وزراء الخارجية نقل تحياته الطيبة لقادة دولهم متمنيا لشعوب بلدانهم الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار